اعتقدت هتان المرأتان أنهما كانتا تقومان بمزحة غير ضار على موقع يوتيوب لكن انتهى بهما الأمر إلى العيش كرجل وأصبحا قتلين مأجورين دون علمهما التقيا بـ CTII من إندونيسيا ودانان ثونغ من فيتنام يحاولان فقط تدبر أمرهما وكانا يعملان كعاهرات في السوارع ماليزيا يرسلان الأموال إلى عائلاتهم ثم في أحد الأيام يقترب رجل من كل واحد منهم بفكرة غريبة مرحباً هل تريدون يا رفاق كسب بعض المال السهم خلال القيام ببعض المقالب غير الضار على موقع يوتيوب يبدو الأمر وكأنه حفلة رائعة بدأت المقالب بريئة ولكن في أحد الأيام تم نقلهم إلى المطار وتم إعطاؤهم سائلاً يفترض أنه غير ضار وكانت مهمتهم فرقه على وجه رجل ثم الابتعاد عنه وبدى الأمر وكأنه مجرد مزحة الأخرى لكن هذه المرة تسقط الرجل ميتاً وكان غاز الأعصاب أحد أكثر المواد الكيميائية فتكاً في العالم وكان هذا الرجل هو كيم جونغ الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون